جزاكم الله خير وأحسن إليكم من المستمع ربيع أحمد مصري مقيم في الدمام سؤال يقول فيه بالنسبة لسقوط بعض الشعر من الرأس أو اللحية أثناء التمشير أو الاستحمام هل له أثر على الإحرام؟ جزاكم الله خير أن ليسقطوا من الشعر بدون قصق وبدون تعمد ليس على المحرم فيه شيء لأنه بغير اختياره وللمحرم أن يمشط شعره وأن يغتسل لكن يكون برفق يكون ذلك برفق لألا يتساقط من شعره شيء فإن تساقط شيء بدون اختياره فلا حرج عليه